بداية قرار كبير جدا جاء من قبل 143 دولة ما الذي يعنيه بالنسبة للفلسطينيين ولقضيتهم مساء الخير عليك شانتلا وعلى مشاهدينك العزاء هذه كما قال مندوب الإمارات العزيز لحظة تاريخية فارقة أثبتت فيها المنظومة الدولية أنها تعمل على معايير العدل والمساواة والحق وأنها ليست نسخة مقررة من عصبة الأمم مسلوبة الإرادة وأنها تنتصر للإنسانية والتحضر وليس للتوحش والبربرية أنها تقول أنها تقف مع الحق وليس مع قوة الحق أو حق القوة آسف وبالتالي هذه لحظة ستعني للفلسطينيين وتعني للفلسطينيين الكثير تعني بأن المنظومة الدولية تقر الآن بأن فلسطين كانت هنا وستبقى هنا إلى أبد الأبدين وبأن من حق الشعب الفلسطيني أن يقرر مصيره وبأن للشعب الفلسطيني حقوق يجب أن ينظر فيها بعين الإنسانية والقانون الدولي وهكذا تكون فلسطين دولة تحت الاحتلال تؤسس لمرحلة مختلفة يجب أن يعمل عليها الكل الإنساني كي يصل إلى الحرية المبتغى لهذا الشعب الذي عانى طويلا عانى لسبعة عقود ويزيد والعالم كله يشهد بأن الشعب الفلسطيني قدم تضحيات ليثبت أن هذه البلاد بلاده وليس فقط نصف هذه البلاد ولكن مع ذلك نرتضي بما ردد به الأسرة الدولية من دون ما ننسى أيضا سيد أحمد زكارني الجهود الدبلوماسية التي أبرمت في هذا الإطار وأدت إلى هذا القرار إلى أي مدى يمكن لهذه الجهود إن استمرت حقيقة أن تصل بالشعب الفلسطيني للأهداف الذي يريدها يعني هذه الجهود العربية والإنسانية الحرة التي وصلت إلى هذه اللحظة ودفعت بهذه اللحظة التاريخية الفارقة والمهمة والمفصلية في التاريخ الإنساني بأجمعه هذه الجهود مباركة وهذه الجهود عملت بإخلاص لا ننسى أبدا أن المجموعة العربية ومنظمات عديدة حول العالم وقفت مع هذا الحق وتقف مع هذا الحق ونحن نشهد ونشاهد الإمارات على سبيل المثال هي كبرى الدول العربية والإقليمية التي تقدم المساعدات ومصر تقف في موضوعة التفاوض بجدية وبإرادة سياسية واضحة وقطر وكل اللاعبين العرب أصحاب العلاقة وستصل بإذن الله تعالى لأن إسرائيل وأمريكا بهذه اللحظة تقول بأنهما أصبح معزولتان تماما حول العالم وقد رأينا بعض الدول التي أعلنت مؤخرا استعدادها للاعتراف في الدولة الفلسطينية هذا ليس فقط انتصال للحق الفلسطيني ولكنه عقاب أيضا للفيتو الأمريكي الذي اتخذ في مجلس الأمن مؤخرا لكن هل يمكن بهذا الفيتو أن يتكرر بعد جلسة اليوم تعلن التمرد للمرة الأولى على القرار الأمريكي أحب أن أسأل عن تأثير هذه الجلسة اليوم برأيكم على القرار المرتقب في مجلس الأمن وهل تتوقعون تغييرا في الموقف الأمريكي هذه المرة نتيجة هذه الجلسة هذا القرار الذي تم اليوم الاتفاق عليه وأيضا نتيجة الجهود الدبلوماسية التي أشرت إليها نحن نعلم تماما بأن أمريكا هي شريك أساسي ولها علاقة عضوية مع دولة الاحتلال وبالتالي حتى كل الخلافات التي تبدو على السطح وفي الإعلام حتى من قبل تصريحات بايدن أهم في هذه التصريحات أنه أقر بخطأه وأنها نعم هي تصريحات متناقضة قبلها بـ 24 ساعة وفي ذكرى الهولوكوست كان يتبنى ويعود إلى تبني الرواية الإسرائيلية ولكنه أقر الآن بأن السلاح الأمريكي استخدم في حرب إبادة وبأن ما يجري هو استهداف للمدنيين وليس فقط للعسكريين وبأن ما يجري في فلسطين بحاجة لوقفة مختلفة ومع ذلك لا نعول على الطرف الأمريكي لأنه بشراكة عضوية مع هذا المحتلال قد يستخدم الفيتو في مجلس الأمن وقد يلعب في حالة تبادل أدوار ويجعل بريطانيا هي من تستخدمها هذه المرة على سبيل المثال نحن لا نعول على هذا الموقف الذي دعم وأقام جسر جوي نحن نعلم أيضا المتنشر دولة كافية في مجلس الأمن حتى يمر هذا القرار وبالتالي إذا امتنعت الولايات المتحدة على التصويت سيمر إذا امتنعت نعم صحيح وهنا الفارقة الخطاب الأخير لبايدن كان خطاب مختلف ويقول بأنني لن أسلح إسرائيل اندخلت واستهدفت رفح واستهدفت المدنيين هذا خطاب مختلف ولكن هذا الخطاب المختلف بحاجة إلى إجراءات عملية الإجراءات العملية كي يكون خطاب استراتيجي وليس فقط تكتيكي يعني يعني يحاول أن يصدره للشارع الداخلي أو لأوروبا أو للحلفاء العرب كي يكون كذلك عليه أن يتبع عدة خطوات الأولى أن يمرر قرار الدولة الفلسطينية في مجلس الأمن الثانية أن يوقف فعليا وحقيقيا الدعم العسكري تحديدا ومن ثم يرفع الغطاء السياسي ثالثا أن يتخذ موقفا حازما من الاستيطان ومن قادة الاستيطان وليس فقط أفراد على هامش الاستيطان يعني كيف لنا أن نصدق بأنه يتخذ موقف حقيقي دون أن يتخذ موقف واضح ضد شخص كما بني كفير الذي يسلح المستوطنين أعبرني على المقاطع لكن أحاول استفادة منك ما تبعناها اليوم يعطي زخما كبيرا للقضية الفلسطينية شو الخطوة التالية التي يمكن أن ننتظرها الآن من الفلسطينيين أنفسهم الفلسطينيين عليهم خطوة كبيرة وعليهم مسؤولية كبيرة عليهم اليوم أن يدركوا بأن ما كان قبل هذا اليوم مختلفا تماما بعد ساعة من هذا اليوم عليهم أن يتوحدوا على الكل الفلسطيني أن يدرك فلسطين وليس أن يدرك الحزب الذي ينتمي إليه من المعيب وسيكتب التاريخ على كل فلسطيني لا يشارك الأسرة الدولية الآن والحق الدولي الآن بالانتصار لفلسطين ولا ينتصرهم على كل فلسطيني أن يتراجع خطوة إلى الخلف وينظر أين هو وأين يجب أن يكون وأين يجب أن يصل بخط مستقيم بالقرب إلى أخيه في الشراكة الوطنية نعم نختلف على كثير النقاط مع بعضنا البعض وهذا حق للجميع ولكن علينا جميعا أن ننتصل للقضية التي ناضلنا ونناضل لها علينا أن ننتصل للدماء الفلسطينية الزكية التي أريقت في هذه الحرب وطيلت سبعة عقود ماضية نحن نتحدث اليوم على أكثر من 35 ألف من الشهداء نتحدث عن 100 ألف من الجرحى والمفقودين نتحدث عن مليون وربع نازح يعني من المعيب أن يتخذ أي من الأطراف الفلسطينية ما يعيك الخطوات الحرة ولا أقول الدولية فقط كل الأصوات الحرة حول العالم اليوم انتصرت وتنتصل لفلسطين لتقول بأن الحق هناك كان ويجب أن يكون شكرا على هذه المداخلة من الكاتب والبحث السياسي أحمد زكارني حدثنا من رام الله ترجمة نانسي قنقر